أين شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أمثارها أبرضها أو بيرها أمدي طوى عزيز علي أن أرى الخلف ولا أترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نتوى عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا يغالك مني ضديج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحي ما نزحيحنا بنفسي أنت عمية شعق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عزل لا يسعى بنفسي أنت من أدين مجد لا يجعى بنفسي أنت من تلادي عمي لا أنتباه بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسعى إلى متى حار فيك يا مولا وإلى متى الأخطاب أصفه فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أكيك ويخذ لك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ماجرا هل من محينه فأغطيل معه الحويل والبكى هل من جزوعه فأساعد جزعه للا خلاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة العاشرة من برنامجنا الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكلامنا متواصل في الجزء الثاني والخمسين من كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه وقد تم الحديث في الباب السابق باب علامات ظهوره صلوات الله وسلامه عليه ونشرع اليوم في باب جديد وهو الباب الذي عنونه الشيخ المجلسي باب يوم خروجه وما يحدث عنده على نفس الطريقة التي مرت في الحلقات الماضية أنتخبوا من الأحاديث ما أجد فيه بياناً أكثر وتوضيحاً أكثر للموضوع الذي بين أيدينا أشرع في هذه الرواية وهي الرواية السادسة بحسب تسلسل روايات هذا الباب عن زيد بن وهب الجهني عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه صلوات الله عليهما الرواية عن إمامنا الحسن السبت عن سيد الأوصياء قال يبعث الله رجلاً في آخر الزمان يبعث الله رجلاً في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على الأرض حتى يدين طوعاً أو كرهاً يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه الرواية واضحة في معانيها الكلمات التي تحتاج إلى شرح سأشرحها بنحو من الإيجاز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يبعث الله رجلاً في آخر الزمان وقلت في الحلقات الماضية إن هذا التعبير آخر الزمان هو مصطلح في روايات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وآخر الزمان إنما يبتدع من زمان ولادته لأننا نملك أحاديث عن النبي وعن الأئمة تخبرنا أن ولادته في آخر الزمان فعلى هذا الأساس يكون مبدأ آخر الزمان بحسب هذا المصطلح من تأريخ ولادته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ولا زال آخر الزمان ممتداً إلى يومنا هذا يبعث الله رجلاً في آخر الزمان وكلب من الدهر الكلب هو معنى التكالب كلب من الدهر المراد من الكلب الدهر هو الزمان و نفس الزمان بما هو زمان لا يمكن أن يصدر منه الكلب أو التكالب وإنما الكلب والتكالب هو من أبناء الزمان والإضافة هنا إضافة مجازية إلى الدهر وإلا فالكلب والتكالب إنما يكون بين أبناء الزمان وبسبب أبناء الزمان تكالب على الدنيا وما فيها تكالب على الرئاسات تكالب على الأموال تكالب بسبب سوء الخلق تكالب بسبب فساد الدين تكالب بسبب الجهل بسبب الحسد بسبب الحقد ولأسباب أخرى كثيرة تكالب الدهر كثرة الحروب وكثرة الفتن وكل ذلك إنما يأتي من أبناء الدهر من أبناء الزمان يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس جهل بحقائق الأمور جهل بما ينفعهم ليس المراد من الجهل أن هؤلاء الناس لا يعرفون مصالحهم الدنيوية أو أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة أو أنهم لا يملكون علما وثقافة تتناسب مع أيام عصرهم المراد من الجهل الجهل بما يصلح آخرتهم المراد من الجهل الجهل بمعرفة إمام زمانهم ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الجهل هو هذا يبعث يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الده وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته وهذا واضح في الروايات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد إمام زماننا بملائكته أول من يبايع إمام زماننا في يوم ظهوره الشريف حينما يقف بين الركن والمقام أول من يبايعه جبرائيل والروايات تقول إنه ينزل بصورة طير أبيض فينزل فيبايع الإمام صلوات الله وسلامه عليه والروايات تقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى يمده بنفس الملائكة الذين نزلوا في بدر وعندنا أيضا في الروايات في يوم عاشورة سنة واحد وستين نزلت جموع كثيرة من الملائكة على سيد الشهداء تطلب نصرته فردهم سيد الشهداء والروايات تقول إن هؤلاء الملائكة شعث غبر منذ يوم مقتل الحسين إلى يوم ظهور القائم عليه السلام وسيظهرون معه يطلبون ثأر الحسين وهذا المعنى واضح في روايات عديدة عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأيضا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يؤيده بجبرئيل وبمكائيل وبإسرافيل وهذه المعاني واضحة في روايات أهل البيت لذلك سيد الأوصياء يقول يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره يعصم أنصاره من الضلال يعصم أنصاره من الانحراف عن إمام زمانهم وإلا ليس المراد هنا من العصم العصم بالمعنى الكامل لأن العصم بالمعنى الكامل ليست إلا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإنما المراد يعصم أنصاره يؤيد أنصاره هناك تأييد هناك تسديد هناك ترشيد لهؤلاء الأنصار والتأييد والتسديد والترشيد إنما يأتي من طريق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره والعصمة لأنصاره تأتي من عدة اتجاهات الاتجاه الأول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمدهم بولايته التكوينية بملكات ومواهب جديدة تتناسب والمسؤوليات التي سينهضون بأعبائها الروايات تقول إنه يمسح على رؤوسهم فيجمع بها عقولهم ويمسح على قلوبهم فيشد بها قلوبهم ويمسح على ظهورهم فيزدادون قوة بدنية فهناك تأييد تسديد عبر الولاية التكوينية للإمام المعصون صلوات الله وسلامه عليه وهناك تأييد وتسديد عبر الإرشاد المباشر عبر الأوامر الصادرة عبر البرنامج المرسوم عبر الخطة الموضوعة من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه فاتباع برنامجه واتباع خطته والالتزام بتعليماته وأوامره وهذا عين التزديد وهذا عين التصويب وعين الترشيد وعين الهداية وهناك جهات أخرى جهة التوفيق التوفيق الذي بسببه نالوا نصرة إمامهم وذلك لا يكون إلا بسبب سعيهم وبذلهم للجهد في طلب معارف أهل البيت في زمان غيبة الإمام هناك كلمة منقولة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لو كتبناها على جباهنا وعلى عيوننا وعلى صدورنا لكان ذلك قليلا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا طلب المعارف هكذا قال إمام زماننا عليه السلام طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق مساوق يعني مساوي مساوق مساوي لإنكارنا فمن يطلب معرفة أهل البيت من طريقهم في زمان غيبة إمام زماننا هو هذا الذي سيعينه وسيوفقه لنصرة إمام زماننا لأن أولئك الذين ابتعدوا عن ماذا كانوا يعيشون يعيشون في كلب وفي جهل يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ينصره بآياته إن كانت بآيات العلم بآيات المعرفة وإن كانت بآيات التكوين فالإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتصرف بحسب ولايته التكوينية بما يظهر من الآيات والدلائل للخلق أنه هو صاحب الحق وأنه هو صاحب الولاية ويظهره على الأرض على الأرض على كل الأرض حتى يدين طوعا يدين يعني حتى يعلن الطاعة حتى يدعن حتى يدين طوعا أو كرها إما طوعا وقناعة واقتناعا بهذا البرنامج الذي جاء به الإمام أو كرها لأنهم لا يملكون قوة مهما عظمت قوتهم أمام هذه القوة القادمة حتى يدينه طوعا أو كرها يملأ الأرض عدلا وقسطا والقسط هو العدل أيضا يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا وبرهانا العدل العدل في الأحكام العدل في القوانين وأما القسط فالمراد منه في كل جوانب الحياة التكوينية هناك عدل في الحياة المعنوية في الحياة الإنسانية في المعيشة اليومية في القوانين في قوانين الصحة والبيئة والمرور في قوانين السفر في قوانين العمل في قوانين الدراسة في كل قوانين الحياة يملأ الأرض عدلا في كل هذه القوانين المعنوية وقسطا في الجانب التكويني من حياة البشر لذلك هذا التلوث البيئي سيزيله الإمام هذا التصحر سيزيله الإمام هذه المناطق التي تعاني من الجفاف ومن قلة المياه سيغير أوضاعها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبيعة الزلزالية والبركانية سيغير الإمام طبائع الأرض ستتبدل الحياة ستكون هناك صورة أخرى تختلف هذا المراد من القسط هناك عدل في الحياة المعنوية وقسط في الحياة التكوينية يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا وبرهانا هذا النور هو نور العلم نور المعرفة نور الهداية نور القرآن نور الإسلام هذا نور محمد وآل محمد يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح والسبب في ذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقيم الحجج الواضحة فيؤمن الكافر وأما بالنسبة للطالح الذي الطالح وهو عكس الصالح وأما الطالح فإنما يصلح حاله لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيبدأ بمعالجة الأسباب والمقدمات التي تؤدي إلى فساد الناس وفساد المجتمع في جميع الجهات وهذا سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة بحول الله تعالى وقوة وتصطلح في ملكه السباع هذا جانب من التغيير التكويني وإلا كيف تصطلح السباع السباع المراد الحيوانات المتوحشة والمفترسة وتصطلح في ملكه السباع كيف تصطلح السباع ما لم يكن هناك تغيير تكويني في طبيعة البيئة وفي طبيعة المناخ وفي طبيعة الحيوانات لأن طبيعة الحيوانات هي إنعكاس لما تأكل ولما تشرب ولما تتنفس ولنفس البيئة التي تعيش فيها بسبب هذه العوامل تتحدد العلائق حتى الناس العلائق بين الناس القوانين كيف تتحدد القوانين والنظم إن كانت هذه النظم دينية أو دنيوية على أساس مصالح ومفاسد الناس ومصالح ومفاسد الناس إنما تتفرع من طبيعة علاقة الناس بالأرض وما فيها وما عليها ما يتعلق بمصالح معيشتهم وحياتهم من مأكلهم ومشربهم ومنامهم وملبسهم إلى غير ذلك من ضرورات وحاجات الحياة اليومية وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها هذا أيضا من جانب التغيير التكويني تخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها يذهب التصحر ويذهب الجفاف ويتغير المناخ وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز الأرض تظهر للإمام الكنوز والمراد من هذه الكنوز الكنوز التي تتناسب مع المرحلة الجديدة ليس المراد من الكنوز هذه الكنوز التي نعرفها الآن كالثروات المعدنية مثلا الأرض ستخرج من باطنها في الروايات أنها تخرج فلذات أكبادها فلذات أكباد الأرض هذا شيء موجود في باطن الأرض لم تصل إليه وسائل الحفر الموجودة الآن شيء في أعماق أعماق الأرض هناك من الكنوز ومن المعادن وهناك من الأشياء التي سيخرجها الإمام في زمانه تتناسب مع الحضارة الجديدة مع الحياة المتطورة مثل ما في هذا الزمان هناك مصادر للطاقة هناك مصادر لكل ما يحتاجه الإنسان بحسب طبيعة العصر الذي نعيش فيه في زمن دولة الإمام وهي دولة الدول وهي حضارة الحضارات وهي حياة الحيوات في ذلك الزمان ستكون الحاجة إلى موارد جديدة تتناسب مع هذه الحياة الجديدة لذلك ستخرج الأرض فلذات أكبادها وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب المراد أنه يملك الأرض بكلها يملك ما بين الخافقين يعني ما بين المشرق والمغرب أربعين عاما هذا التقدير يختلف في الروايات في بعض الروايات في بعض الروايات أربعون عام في بعض الروايات سبعون في بعض الروايات ثلاثمائة أكثر من ذلك أقل من ذلك إما المراد من هذا التغير في الأرقام أن هذه المسألة خاضعة للبداء نحن قلنا أن ظهور الإمام ليس خاضعة للبداء لكن آجال الحكم وآجال الدول تكون خاضعة للبداء فلربما هذا التغير في الأرقام لخضوع الأمر لقانون البداء أو لأن حركة الأفلاك ستتغير وتغير حركة الأفلاك بسبب تباطئ حركة الأرض سيؤدي ذلك إلى تغير في الزمان قلنا هناك تغيرات تكوينية ستحدث وهذه التغيرات التكوينية ستنعكس على أي شيء ونحن مر علينا في علاءم الظهور من جملة علاءم الظهور أن خسوفا وكسوفا سيحدث في شهر رمضان في غير موعدهما وعندها تسقط حسابات الموعدة المنجمين وحسابات الفلكيين وهذه بداية التغيير وعليس في الروايات أن الشمس تخرج من مغربها وهذه بداية التغيير أيضا فهناك تغييرات كونية تحدث في طبيعة الفلك الأرضي وفي طبيعة الحركة الفلكية لكوكب الأرض فطوبى طوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه صلوات الله وسلامه عليه وطوبى إما هي في لغة العرب بمعنى هنيئا وإما المراد من طوبى ذلكم المصطلح الذي هو من مصطلحات المعارف الإلهية طوبى شجرة في الجنة منبتها في بيت علي بن أبي طالب ويتفرع منها أغصان يدخل في دار كل مؤمن من شيعته غصن من أغصان تلكم الشجرة شجرة طوبى مظهر الولاية العلوية في العالم الجناني الرواية التي بعدها عن إبراهيم ابن محمد ابن الحنفية عن أبيه محمد ابن الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة هذه الرواية وأمثالها من الروايات إما أن تكون ناظرة إلى أن بداية ظهوره حينما يظهر صلوات الله وسلامه عليه في مكة أن الفترة الحاسمة التي يتهيأ فيها الإمام للخروج ولجمع أنصاره حتى يكون خروجه مباغة لأهل مكة وللحكومة وللنظام الحاكم هناك في تلك البلاد فإنما يتم ذلك في ليلة واحدة فتكون القضية مباغة وإما المراد من هذه الروايات وطبعا هذا المعنى تؤيده روايات حينما ندرس الروايات التي تتحدث عن كيفية لقائه بأنصاره وعن كيفية ظهوره في مكة وعن خطبته بين الركن والمقام لو نظرنا إلى مجموع هذه الروايات بالجملة لوجدنا أن ذلك كله يتحقق في يوم أو في ليلة وربما أن هذه الروايات ناظرة إلى المضمون الذي ورد في روايات أخرى لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم وخرج فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأصلح الله له فيه أمرا وعلى أي حال فإن هذه الرواية وأمثالها كما يبدو تتحدث عن الفترة القصيرة التي يهيئ الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمره فيها في مكة الرواية التي بعدها عن المفضل ابن عمر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المفضل يقول سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يقول إياكم والتنويه أما والله لا يغيبن إمامكم سنين من دهركم ولتمحصن وفي نسخة ولا يمحص ربما المراد أن الإمام يمحص ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله وهي كنية المفضل يعني إمامنا أبو عبد الله قال للمفضل يا أبا عبد الله لأنها كنيته قال فبكيت فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع إثنتا عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي فكيف نصنع قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس قلت نعم قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرويها المفضل ابن عمر وهو من خيرة أصحاب الأئمة الإمام يقول له مخاطبا للمفضل ولشيعته إياكم والتنويه التنويه هو الإعلان التنويه هو البيان إياكم والتنويه مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه التنويه هو مضاد للتقية يعني كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول عليكم بالتقية في زمان دولة الجور في زمان دول الظالمين عليكم بالتقية إياكم والتنوية وهذه قضية معروفة في تاريخ الأئمة لشدة ما كان يلقاه الأئمة ولشدة ما كان يلقاه شيعة أهل البيت من ظلم الظالمين ومن جور الجائرين الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إياكم والتنوية إياكم والإعلان إياكم والكشف عن عقائدكم إياكم والحديث عن الذي يدور في قلوبكم فأنتم في زمان دولة الجائرين في زمان بن العباس إياكم والتنوية لا تتحدثوا بما تعتقدون به فإن ذلك سيجر المصائب على الأئمة وعليكم إياكم والتنوية أما والله لا يغيبن إمامكم سنين من دهركم الإمام هنا يتحدث عن الإمام الذي سيكون الفتح على يده أما والله لا يغيبن إمامكم سنين من دهركم في بعض النسخ وليمحص ربما أن الإمام يمحص شيعته المرات ولكن في أكثر من نسخة ولتمحص هناك تمحص والتمحيص هو التنقية التمحيص هو التصفية عملية الإختبار عملية الامتحان ولتمحص حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك يعني حتى يقول بعض الناس إن هذا الإمام الذي تنتظرونه مات أو هلك بأي واد سلك مات هو الموت على وسادة الفراش الموت على وسادة الفراش كما يقال مات حتف أنفه مات حتف أنفه مات على وسادة الفراش ما قد يعبر عن في ألسنة الناس الموت الطبيعي أن الإنسان على وسادته على فراشه ويموت مات أو هلك أما الهلاك فيكون بسبب حادث من الحوادث أن الإنسان حينما يقع في المهلكة إنما يقع في المهلكة بسبب حادث من الحوادث بسبب قتل بسبب حادث من الحوادث الطبيعية وليس الموت على الفراش حتى يقال مات أو هلك ربما مات على فراشه ربما قتل بأي واد سلك في أي مكان هو في أي قطر من الأرض في أي بلد فهناك تمحيص هناك اختبار هناك امتحان وقد وقع هذا الامتحان منذ أول يوم من أيام غيبة إمام زماننا منذ أول يوم من أيام الغيبة الصغرى ولا زال هذا الامتحان والتمحيص مستمرا أليس الروايات تحدثنا عن بلبلة وعن غربلة أن الشيعة لا بد أن تبلبل ولا بد أن تغربل ولا بد أن تمحص ولا بد أن تختبر ولا بد أن تمتحن ولا بد أن يساط الشيعة كما في الروايات سوط القدر فيعود أعلاهم أسفلهم ويعود أسفلهم أعلاهم وهذا هو سوط القدر ولتمحصن حتى يقال مات أوهلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين وهذه العبارة واضحة ولتدمعن عليه عيون المؤمنين شوقا إليه أو شكوا إليه عيون المؤمنين تدمع بين يدي إمام زماننا إما شوقا إليه وإما شكوا إليه من زمانهم وإما مؤاساة له في أحزانه في مصائب آبائه وأجداده فتدمعن عيون المؤمنين إما شوقا إليه وإما شكوا إليه وإما مؤاساة له صلوات الله وسلامه عليه ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحار كيف تتكفأ السفن حينما تكون الأمواج عارمة حينما تكون الأمواج عالية والعواصف البحرية شديدة والسفينة صغيرة فماذا تصنع الأمواج بها تتكفأ السفينة تميل إلى اليمين ثم تميل إلى الشمال تميل إلى الأمام ثم تميل إلى الوراء تصعدها الأمواج وتهبطها الأمواج تكاد أن تغرق ترتفع ثم تسفل تعلو وتسفل تنحرف يمينا وشمالا هكذا تتكفأ السفن لا يستطيع الملاحون أن يسيطر على حركتها بسبب ضخامة الأمواج وقوة الأمواج وقوة العواصف وشدة الرياح وكذلك بسبب قلة إمكانيات السفينة وصغر حجم السفين فإن المؤمنين سيكفؤون كما تكفأ السفن فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة هذا كله في باب العقيدة في باب التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة ميثاق الإمامة ميثاق الولاية وكتب في قلبه الإيمان والإيمان هو الإيمان بالأئمة الاثنى عشر كيف يعرف فقهاؤنا الإيمان الآن إذا أردت أن تراجع الكتب الفقهية لتعرف معنى الإيمان الإيمان هو الكون على المذهب الاثنى عشر هذا البيان الفقهي هذا التعريف الفقهي للإيمان الإيمان هو الكون على المذهب الاثنى عشر الإيمان هو هذا الإيمان بولاية علي والأئمة الإيمان هو الإيمان بإمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن هو هذا الإيمان ولا يوجد معنى آخر للإيمان إذا كانت هناك معاني أخرى للإيمان فهذه من جيوب أصحابها من الذين جاءوا بتلكم التعاريف الإيمان جاءنا عن محمد وآل محمد بهذا المعنى ولا يوجد تعريف آخر إذا كانت هناك تعاريف أخرى فهذه من لدن أصحابها هذه من صناعتهم كما صنعوا أشياء كثيرة الناس صنعوا دينا كاملا المخالفون لأهل البيت صنعوا دينا كاملا بكل تفاصيله لا علاقة لمحمد صلى الله عليه وآله بالدين الذي جاء به المخالفون لأهل البيت فكما جاءوا بدين يختلف بالمرة عن دين محمد صلى الله عليه وآله الروايات موجودة في صحاحهم في صحيح البخار وفي غيره حينما صلى أمير المؤمنين في البصرة بعد واقعة الجمل صلى أمير المؤمنين في البصرة بالناس فماذا قال الناس صحابة النبي الذين صلوا خلف أمير المؤمنين قالوا لقد ذكرنا علي بصلاته هذه بصلاة رسول الله يعني الجماعة لا أدري بأي صلاة كانوا يصلون هذه الرواية في صحيح البخار وفي غيره حين صلى علي بالناس في البصرة بعد واقعة الجمل يعني الذين حضروا وقاتلوا علي في الجمل ما كانوا يصلون بصلاة رسول الله فحين صلى علي قال الصحابة لقد ذكرنا علي بصلاته هذه بصلاة رسول الله وكتب في قلبه الإيمان الناجي الناجي فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه هذا الروح هذا التأييد هذا هو روح القدس وروح القدس ما هو روح القدس هو التأييد الصادر من المعصوم صلى الله وسلامه عليه هذه الروح كما في الخبر عن سلمان الفارسي عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه حين كان يقول الإمام الإمام الصادق عليه السلام كان سلمان محدثا فسألوه كيف كان محدثا قال كان محدثا عن إمامه هذه من الدرجات العالية من معنى روح القدس من تجليات روح القدس الصادرة من الإمام المعصوم لسلمان وأيده بروح منه هذا التأييد الإلهي هو تأييد من باب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فما من شيء كما في الزيارات الشريفة فما من شيء مننا إلا وأنتم له السبب فما من شيء مننا إلا وأنتم له السبب أهل البيت هم السبب ألا نخاطب الإمام الحجة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء في دعاء الندبة الشريف هم السبب المتصل بين الأرض والسماء هم السبب المتصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وكتب في قلبه الإمام وأيده بروح منه ثم الإمام يتحدث وَلَتُرْفَعُنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايِ مشتبهة لا يدرى أي من أي هناك رايات سترتفع في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي ما يقال راية المراد من الراية قطعا في اللغة العربية كلمة الراية واضحة الراية هو العلم الكبير العلم الكبير الذي يكون مميزا بلونه أو بعلامة فيه حينما يقال رايات مراد من هذه الرايات أنها مختلفة مختلفة في ألوانها أو بعلائم وشعارات يتميز بعضها عن البعض الآخر الراية علم كبير متميز بلونه أو متميز بعلامة فيه فهناك إثنة عشرة راية مشتبهة المراد من الراية المقصود من الراية مجموعة حينما يقول الإمام إثنة عشرة راية يعني هناك إثنة عشرة مجموعة كل مجموعة لا بد أن يكون لها قائد لا بد أن يكون لها زعيم وكل مجموعة لا بد أن يكون لها شعار معين لا بد أن تكون لها مميزات فكرية ومشخصات تشخصها عن غيرها وإلا لماذا تختلف هذه الرايات سواء كان هذا الاختلاف في الدين أو في الدنيا قال إثنة عشرة راية مشتبهة إما المراد مشتبهة مأخوذ من الشبه أو مأخوذ من الشبهة إما مأخوذ من الشبه مشتبهة يعني يشبه بعضها بعضا الكل يرفعون نفس الشعار لكن هناك بعض الفوارق الجزئية الأفكار متشابهة الشعارات متشابهة لكن الاختلاف أين يكون الاختلاف في المصداقية وفي التطبيق العملي هذا إذا كان مشتبهة مأخوذة من الشبه وإذا كان مشتبهة مأخوذة من الشبهة والشبهة إنما قيل لها شبهة لأنها تشبه الباطل من وجه وتشبه الحق من وجه فهي خليط بين الحق والباطل كما تصف الروايات أن أصحاب الشبهات يأخذون ضغثا من هذا وضغثا الضغث هو الباقة الضغث هو الباقة حينما نقول ضغث من حشيش الضغث باقة من حشيش يأخذون ضغثا من هنا وضغثا من هذا ويخلطونه فضغث من الباطل وضغث من الحق ويخلطان معا ففيه شيء من حق وفيه شيء من باطل ولذلك يصعب تمييزها هذه الرايات إما مشتبهة من الشبه متشابهة في ادعاءاتها في شعاراتها فيما تقوله ولكن الاختلاف أين يقع قطعا في التطبيق العملي وفي المصالح الشخصية وإلا إذا كانت متشابهة حقيقة لكانت راية واحدة لماذا هذا التعدد في الرايات فإذن هناك ما وراء الأكمة ما وراءها إذا كانت هذه الرايات ترفع نفس الشعارات وتنادي بنفس الأهداف وتدعي نفس الإدعاءات فلماذا تعددت إذن إذا كانت شعاراتها واحدة أهدافها واحدة إذن وراء الأكمة ما وراءها إذن هناك أشياء أخرى مطلوبة غير هذه الشعارات وغير هذه الأهداف وهذا يوقع الناس في الحيرة لا يعلمون أي راية يتبعون لذلك الإمام يقول لا يدرى أي من أي أو أن هذه الرايات مشتبهة الاشتباه هنا ناشئ من الشبهات مراد شبهات هذه رايات مشبوهة مشبوهة من الشبه وهو الخلط بين الحق والباطل ولا أظن أن هناك فارق كبير بين المعنيين لأن حتى هذه الرايات التي ترفع شعارات سليمة ولها نوايا أخرى فوراء الأكمة ما وراءها فهي أيضا تدخل في دائرة الشبهات بل إن الشبهة فيها أكثر استحكاما ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيته المفضل بكى المفضل الذي يعد في درجة سلمان في زمانه الروايات هكذا وصفته المفضل صاحب إمامنا الباقر وكان من خواص أصحابه وصاحب إمامنا الصادق وصاحب إمامنا الكاظم وصاحب إمامنا الرضا وكان وكينا لهؤلاء الأئمة من خواص أصحابهم لما وصل خبر وفاته إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلام عليه ترحم عليه قال رحم الله المفضل لقد كان المفضل لقد كان الوالد بعد الوالد أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها فلقد أوذي كثيرا المفضل في حياته حتى من قبل شيعة أهل البيت حتى من قبل خواص أصحاب الأئمة أذي المفضل وهذا الموضوع فيه تفصيل لسنا الآن بصدد الدخول فيه فإذا كان المفضل بهذه الحالة بكى قال فبكيت فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله فما حالنا نحن إذا كان المفضل بهذه المنزلة وبهذه الدرجة يبكي لأنه لا يستطيع أن يميز بين هذه الرايات لأن الإمام هكذا قال قال اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من لا يدرى أي من أي يعني لا يدرى أي واحدة منها على الحق وأي واحدة منها على الباطل فكيف نصنع قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الصفة في نسخة أخرى فنظر إلى شمس داخلة في الكوة الكوة النافذة صغيرة الصفة قد تكون هي النافذة أو قد تكون ما يسمى في زماننا هذا مثلا بال البلكون يعني ما يسمى بالبلكون يقال له الصفة الصفة الجهة أو الناحية التي تدخل منها الشمس إلى البيت إلى داخل الحجرة إلى داخل الدار فنظر إلى شمس داخل في الصفة شمس من خلال النافذة فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس هذه الشمس واضحة قلت نعم قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس يعني أن الراية أو الرايات التي تدعو لنا والتي نفتضيها هي بينة أبين من هذه الشمس لكن الناس ربما يتيهون عنها قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس وهم قد بينوا أمرهم أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو بالتمسك بالكتاب والعترة أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو بالرجوع إلى رواة أحاديثهم أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بموالاتهم وموالات أوليائهم وبالبراءة من أعدائهم أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نعيش أفراحهم وأحزانهم أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن تذعن قلوبنا لميثاق الولاية لعلي في الغدير وقبل الغدير وبعد الغدير وأن نتبرأ من أعدائه وممن ناصبوه وممن ناوأوه أمر أهل البيت هو أن تكون قلوبنا مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مع فاطمة في أحزانها مع فاطمة في مظلوميتها مع فاطمة في الذي جرى عليها مع فاطمة في أن نوالي من والاها وأن نعادي من عاداها أن نرضى عن من رضيت عنه وأن نسخط على من سخطت عليه أن نحب من أحبت وأن نبغض من أبغضت قلوبنا أن تكون مع سيد الشهداء مع الحسن والحسين قلوبنا تكون مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه لبيك داعي الله أن تكون التلبية صادرة من قلوبنا ومن وجداننا ومن ضمائرنا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإن لم نكن قد حضرنا عاشورا وإن لم نكن قد حضرنا في كربلاء في سنة واحد وستين أمر أهل البيت واضح أمر أهل البيت بالتمسك بإمام زماننا وبالرجوع إلى ما قاله الأئمة لمعرفة عقائدنا ولمعرفة حقيقة ديننا ولمعرفة أحكام أهل البيت الراية التي ترفع هذا المعنى وتتمسك بهذا المعنى هي هذه الراية التي أمرها أبين من الشمس يا عبد الله ترى هذه الشمس قلت نعم قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس وهو الذي عليه شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية التي بعدها الرواية التي بعدها عن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى عليهم السلام إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فقال عليه السلام يا أبا القاسم ما منا إلا قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دينه ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقصطا هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله وكنيه وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعر يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاص الأرض وذلك قول الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره فإذا أكمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل قال عبد العظيم فقلت له يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزة فأحرقهما الرواية عن إمامنا جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يرويها عبد العظيم الحسني وهو من خواص أصحاب الأئمة هذا الذي يقول له الإمام الهادي أنت ولينا حقا يا عبد العظيم عبد العظيم الحسني من خواص أصحاب الأئمة من السادة الهاشميين وهو من نسل إمامنا الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه وورد عندنا في الأخبار أن ثواب زيارته في الري يعدل ثواب زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لذلك في زيارته هكذا نقرأ السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى ومزاره معروف في منطقة الري في جنوب طهران الرواية عن عبد العظيم الحسني عن إمامنا الجوات قال قلت لمحمد بن علي بن موسى عليهم السلام إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نحن بينا معنى القسط ومعنى العدل والظلم والجور سيكون أيضا معاكسا لمعنى العدل والقسط فالعدل يعاكسه الظلم والقسط يعاكسه الجور كما بيّنت قبل قليل معنى العدل ومعنى القسط فقال عليه السلام يا أبا القاسم وهي كنية عبد العظيم الحسني ما منا إلا قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دينه وهذا المعنى تحدثنا عنه فيما سلف فهم كلهم قائمون كلهم باقرون كلهم صادقون كلهم كاظمون وكلهم هادون يا أبا القاسم ما منا إلا قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دينه ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود والجحود أكثر من الكفر الجحود إنما هو كفر وعنات المراد من الجحود هو الكفر بإضافة العنات ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو الذي يخفى على الناس ولادته أما ولادة الإمام الجواد كانت معروفة يعرفها الهاشميون ويعرفها غير الهاشميين يعرفها الشيعة وغير الشيعة وهو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته هذه من الأحكام الخاصة بإمام زماننا الروايات عندنا واضحة أنه يحرم تسمية الإمام صلوات الله وسلامه عليه روايات عديدة وكثيرة في هذا الباب أنه يحرم تسمية الإمام لذلك نحن دائما حينما نتحدث شيعة أهل البيت أقصد بشكل عام لا يذكرون اسم الإمام بالاسم الصريح وإنما يقولون صاحب العصر يقولون صاحب الأمر يقولون صاحب الزمان يعبر في بعض الأحيان جاء هذا من الناحية المقدسة يقال في بعض الأحيان الحجة بن الحسن وغير ذلك من الأسماء الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه الإمام المنتظر نحن لا نصرح باسمه لماذا لورود نصوص عن الأئمة في تحريم ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه الآن ليس المقام للبحث في هذه القضية إذا وصلنا إلى موطن نحتاج إلى شرح هذا المطلب نشرحه إن شاء الله تعالى لكن هناك من العلماء من قال بأن حرمة التسمية مختصة في زمان الغيبة الصغرى لشدة التقية في ذلك الزمان هذا قول يتبناه بعض العلماء لكن الذي يراجع النصوص النصوص صريحة وواضحة أن تسميته محرمة إلى يوم ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه روايات واضحة وصريحة وقد ألف جملة من العلماء جملة من الفقهاء كتبا ورسائل بخصوص هذا الموضوع فقط بخصوص هذا الموضوع بأن حرمة التسمية جارية إلى زمان ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه والمطلب بحاجة إلى تفصيل لست الآن واردا في تفاصيله أدعه إلى وقت آخر هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله اسمه اسم رسول الله وكنيه نفس الكنية يكنى رسول الله بأب القاسم ويكنى صلوات الله وسلامه عليه بأب القاسم وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب تطوى له الأرض وطي الأرض أظن أن معنى ذلك واضحا وطي الأرض ليس لشخصه فقط وإنما هذا الأمر ثابت لكل الأئمة وإنما تطوى الأرض له ولجيشه هذه العلامة الفارقة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإلا فطي الأرض ثابت لكل الأئمة وهناك حوادث عديدة وكثيرة مذكورة في رواياتنا عن أحداث طويت فيها الأرض للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولبعض أصحابهم أيضا ولكن هذه العلامة الفارقة أن طي الأرض إنما يكون له ولقواته في بعض الأحيان وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب يذل له كل صعب يعني كل الصعوبات التي تكون موجودة على الأرض مراد تذل له كل الصعوبات كما بيّنت قبل قليل وذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بولايته التكوينية تتذلل له كل الصعوبات يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاص الأرض من الأماكن المختلفة البعيدة وذلك قول الله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فإذا اجتمعت له هذه العدة أو هذه العدة يقال عدة وعدة فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره من أهل الإخلاص وهم الرتبة العالية من أنصاره ومن أصحابه لأن الذي يبدو في الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحرك في البداية بثلاثمائة أو ثلاثة عشر وهناك عشرة آلاف وهناك قوة أكثر من عشرة آلاف قد تكون أربعة آلاف أيضا تضاف إلى قواته وهناك قوة أخرى بتعداد مئة ألف وهذه فرق ومجموعات كل مجموعة لها ميزاتها ولها اختصاصاتها لكن الفرق الأولى الذين هم لهم المرتبة العليا في أصحابه هم هؤلاء الذين هم عدة أهل بدر ثلاثمائة أو ثلاثة عشر فإذا اجتمعت له هذه العدة أو العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره أظهر أمره في مكة فإذا أكمل له العقد أو أكمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل إذن الإمام أولا يظهر أمره وهذا الظهور سيكون متى هذا الظهور سيكون في يوم الجمعة والرواية تتحدث أن الإمام يكون ظهوره في يوم الجمعة في يوم الجمعة هذه الحلقة الأولى أو المرحلة الأولى من ظهوره حيث يجتمع الثلاثمائة أو ثلاثة عشر فيبايعونه في مكة وتبدأ الأمور تستتب له في مكة ثم تجتمع قواته العشرة آلاف وستكون الحركة يوم السبت لذلك في الروايات عندنا أن الإمام يخرج يوم الجمعة أو روايات تقول يخرج يوم السبت السبب في ذلك هو أن الأمر يكون على مرحلتين فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره فإذا أكمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل قال عبد العظيم فقلت له يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة المدينة المنورة وذلك بعد خروجه من مكة أخرج اللات والعزة فأحرقهما اللات والعزة من الأسماء التي ترد في روايات أهل البيت يراد منهما الأول والثاني من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الواقعة لها تفصيل قد لا أتطرق إلى تفصيلها أشير إلى أنني قد ذكرتها بشكل مفصل في كتابي فتن في عصر الظهور تحت عنوان الفتن الثانية في الفصل الأول من كتاب فتن في عصر الظهور الشريف في الفصل الأول في الفتن الثانية تحت عنوان فتنة اللات والعزة والقضية فيها تفصيل المعنى كما أجملته الرواية فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزة فأحرقهما وهذه من الأحداث المهمة التي تقع في المرحلة الأولى من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم رواية أخرى عن الهروي قال قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم ما علامة القائم عليه السلام منكم إذا خرج قال علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علامته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تتحدث عن بعض أوصاف إمامنا صلوات الله عليه السائل يسأل الهروي من أصحاب الإمام وهو عبد السلام الهروي غالبا يروي عبد السلام الهروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه عن الهروي قال قلت للرضا عليه السلام ما علامة القائم منكم إذا خرج قال علامته يعني في وقت الخروج أن يكون شيخ السن أن يكون شيخ السن يعني أن يكون عمره طويلا لأن الإمام سيغيب وغيبته طويلة أن يكون شيخ السن يعني إذا عردنا أن نحسب أن عد عمره من يوم الولادة إلى يوم الظهور سيكون عمره طويلا لكن الذي نراه شاب المنظر علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وهذا في الروايات واضح أن الذين سينظرون إلى الإمام يقدرون عمره ما بين الثلاثين إلى الأربعين منهم من يقول أن عمره ثلاثون ومنهم أن يقول أن عمره أربعون ما بين الثلاثين إلى الأربعين وإن من علامته أن لا يهرم لا يصيبه الهرم لا تظهر عليه علائم الشيخوخة حتى بعد ظهوره وإن من علامته أن لا يهرم حتى بعد ظهوره بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله يعني يبقى شاب المنظر يقدر عمره ما بين الثلاثين إلى الأربعين هذه من العلائم الخاصة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رواية أخرى عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورة اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام وهناك ارتباط وثيق بين مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين مقتل سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام ولولا مقتل سيد الشهداء لما عاشت فكرة الإيمان في قلوب محبي أهل البيت ولما بقيت القلوب متعلقة بذلك اليوم الذي يخرج فيه من يطلب ثأره الشريف لولا مقتل سيد الشهداء لما عاشت هذه الحقيقة ولما بقيت هذه الحقيقة في قلوبنا إلى هذا اليوم يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورة اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام وقبل قليل قلت روايات تقول إن خروجه يوم الجمعة خروج يوم الجمعة اليوم الذي تتم فيه البيع الخاصة لخواص أصحابه وسيخرج معلنا من مكة باتجاه المدينة في يوم السبت رواية أخرى عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام سيأتي في مسجدكم يشير إلى مسجد مكة إلى المسجد الحرام سيأتي في مسجدكم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا يعني مسجد مكة يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آباؤهم ولا أجدادهم يعني ليس من أهل مكة هؤلاء الثلاثمائة وثلاثة عشر ليس من أهل مكة يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آباؤهم ولا أجدادهم يعني ليس لهم من قريب في مكة هؤلاء من خارج مكة عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة قطعا المراد هنا بالسيوف ليس السيوف التي نعرفها مراد هنا مصدر من مصادر القوة وإلا ما المراد مكتوب على كل سيف كلمة وهذه الكلمة تفتح ألف كلمة هل يوجد سيف في الدنيا بهذه الصفة؟ ربما يوجد سيف مكتوب عليه كتابات لكن هذه الكتابات كيف تفتح إلى كلمات أو كتابات أخرى أو إلى حقائق أخرى؟ مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة فيبعث الله تبارك وتعالى ريحا فتنادي بكل وات فيبعث الله تبارك وتعالى ريحا فتنادي بكل وات هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان عليهما السلام لا يريد عليه بينه لأن الإمام في زمانه ستسقط البينات الإمام سيقضي بمر الحق وسيقضي بحسب الحكم الواقعي لا بحسب الإدعاءات وبحسب البينات وبحسب الحلف واليمين قوانين البينات والدعاوى والحلف واليمين قوانين تنظيمية بحسب ظواهر الأمور وظواهر الإدعاءات أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه فسيحكم وسيقضي بمر الحق عليه أفضل الصلاة والسلام رواية أخرى عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام المفتقدون هم الذين يفقدهم أهلهم من فرشهم في بعض الروايات وهم نيام على سطوح بيوتهم وهذه عادة معروفة في الشرق الأوسط في العراق وفي غير العراق في العراق في إيران في بلدان أخرى في الشرق الأوسط ينامون في الصيف على سطوح البيوت والروايات تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج في سنة حارة جدا في وقت الحر في وقت الصيف يكون ظهوره الشريف فهناك مجموعة من الشباب من شيعة الإمام يفتقدون من فرشهم يأتي أهلهم فلا يجدونهم ذلك تسميه من روايات المفتقدون لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام قوله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إنهم لمفتقدون عن فرشهم ليلا سواء عن فرشهم على سطوح بيوتهم أو في داخل الغرف إنهم لمفتقدون عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وطبعا هذا الانتقال انتقال بطي الأرض قبل قليل قلنا من علائم الإمام أن الإمام تطوى له الأرض وتطوى لأصحابه وجيشه إنهم لمفتقدون عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا البعض أول هذا بالطائرات ولكن لا دليل على ذلك فلربما تكون هذه آية من آيات الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه اسمه واسم أبيه يعني أن الناس ينظرون إليه وهو يسير على السحاب فيعرفون اسمه واسم أبيه وحليته الحلية هو الوصف الخارج للإنسان مظهر الإنسان الخارجي يقال له حلية الإنسان بعض الأحيان تقال الحلية لملبسه أو لمظهره الخارجي كلون عينيه لون شعره لون بشرته وإلى غير ذلك يعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه قال فقلت جعلت في ذاك أيهم أعظم إيمانا الذين يفتقدون ليلا من فرشهم أو الذين يسيرون على السحاب نهارا قال الذي يسير في السحاب نهارا هؤلاء هم أعلى درجة يعني أن الثلاثمائة أو الثلاثة عشر هم أيضا على درجات فالذين يسيرون في السحاب نهارا هم الأفضل والأعلى درجة رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو خرج القائم لقد أنكره الناس لماذا يرجع إليهم شابا موفقا موفقا العرب حينما تصف رجلا أو تصف شابا موفقا إنما تصف من كان جميل البدن من كان جسيما مراد من الجسيم من كان جسيما وسيما وعليما فهيما وحكيما الموفق هو هذا الذي يكون جسيما يكون صاحب جسم جميل متناسق ووسيم يعني جميل جميل الوجه الموفق من كان جميلا في بدنه جميلا في وجهه وجميلا في فهمه الموفق من كان جسيما وسيما فهيما فمن كان جميلا في جسمه وجميلا في وجهه وجميلا في فهمه وعلمه هو هذا الذي يقال له موفق يرجع إليهم شابا موفقا فلا يلبث عليه لا يلبث يعني لا يثبت على القول به إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذر الأول في الذر الأول يعني في عالم الذر والحديث عن عالم الذر يحتاج إلى بسط في القول ليس هذا محل ولكن مر علينا قبل قليل في الحديث عن الفتن التي سيواجهها شيعة أهل البيت قالت الرواية فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيّده بروح من وهذا نفسه إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذر الأول اللهم عرفنا حجتك فإنك إن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن ديننا اللهم عرفنا إمام زماننا الحجة بن الحسن وأحينا محياه وأحشرنا معه في دنيانا وعند مماتنا وفي آخرتنا بمحمد وآل محمد ألتقيكم إن شاء الله تعالى على مودة الحجة بن الحسن على مودته ومودة أمه الزهراء صلوات الله عليها وعلى آله الأطيبين الأطهرين أسألكم الدعاء جميعا في أمه